الله أكبر يا أخواني والله ما ندري أي عمل ذلك الذي سيرفعنا عند الله عز وجل ما ندري لما البغي التي أسقط الكلب هل كانت تتصور أن هذه الشربة ستكون هي طريقة إلى الجنة أو ذلك الذي أزح غصن الشوك عن طريق المسلمين هل كان تتوقع أن هذا الغصن هو طريقه إلى الجنة أو طلح لما تقطع رأسه للنبي صلى الله عليه وسلم أو تقطع ظهره بمعنى أدق وبشره النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة هل كان يتوقع ذاك اليوم في الصباح أنه سيبشر أنه من أهل الجنة أو أو يعني إنسان قد يقول الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ربا كلمة يقولها صاحبها لا يلقي لها بالا يكسب بهاريض الله إلى أن يلقاه قد تكون أنت من عشرين سنة وأنت مكتوب أنك من أهل الجنة وانت ما تشعر أي يوم هو ذلك اليوم السعيد الذي ستسعد فيه أي يوم عشان كذا كل يوم اجعل يومك سعيد اصلح نيتك وابذر الخير ولا توقف مسحه على رأس يتيم صدقة شفاعة في خير اسعاد إنسان قد تكون يعني قد تجلس مع إنسان تجبره بخاطره فيكون هذا الإنسان هو طريقك لجنة لا تتوقف أبدا عن فعل الخير أكثر الخير مع صدق النية وأبشر فإن الله تعالى أكرم وأعلم فقد يكون يوم مساعدك هو ذلك اليوم الذي أنت أسعدت فيه إنسان فكسبت فيه لضى الله إلى أن تلقاه بارك الله فيكم يا هو ترجمة نانسي قنقر